بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكم مرة تانية في قناة زوكا تيك واهلا بيكم في المحاضرة التانية في المستوى الاول المبتدئين من الدبلومة الشاملة للإكسيل ياريت اللي ما تفرجش على الفيديو الاول في الدبلومة يتفرج عليه من اللينك اللي يزهر قدامكم فوق علشان خاطر تاخد اكبر استفادة ممكنة وبعد كده تكمل معانا الكورس يلا بينا نخش على المحاضرة التانية علشان تفهم الاكسيل نوعية الداتا اللي انت شغال عليها بتعمل عليها سلكت وندوس كليك ينين وتنزل على فورمات سل اهي تمام بيفتح لك البوكس اللي قدامكم ده هقرب لكم الشاشة برضو عشان يبقى الكلام واضح بالنسبة لكم هتلاقوا هنا في كلمة كاتجري ليه التصنيفات يعني اول حاجة في جينرال ده مش هنشتغل عليه قوي لانه مش بيكون فارق معاك هو نوع الرقم ايه او نوع الداتا اللي انت مدخلها ايه يعني حتى هو كاتب هنا ايه جينرال فورمات سلها بنوع سبيسيفك نامبر فورمات يعني مش محدد نوع الارقام اللي تمكتوبة دي ايه احنا دلوقتي عايزين نحدد نوع الخلايا او الداتا دي الطبيعة بتاعتها ايه اول حاجة هنا هتلاقيه ايه نامبر واحنا طبعا بنكتب ارقام لكن اول ما دست على نامبر لقيت فيه شاشة ظهرت جنبها هو او فيه اوبشنز زيادة ظهر يعني ايه دي سيميل بليسيز ويعني ايه يوز وان ثاوزاند سيبريتور دي سيميل بليسيز دي لما هديجي تكتب حاجة فيها رقم عاشر يعني انت مسلا لو عايز تكتب واحد ونص مش بنكتب واحد دوت خمسة اهو الدوت دي ده بالنسبة له بداية الرقم العشري دي سيميل بليسيز دي اللي بعد الدوت اللي بعد النقطة اللي انت بتحطها عايز كام رقم عشر يكون بعدها وبعد كده هو يقرب عشان لو خاطر فيه مسلا عشر رقم عشرية وانت عايز اتنين بس فهو يقرب لك لأقرب رقمين عشريين لما همنيجي نزود من هنا بعد الصفر دي نزود اهو نزود واحد او اتنين لو اخدت بالكو هو في السيمبل ده بيظهر لك الشكل اللي هيظهر عليه الرقم فانت مسلا لو بتقيس حاجة واحد وتلاتين سنتي واحد وخمسين سنتي اه كيلو مية خمسة وسبعين هتلاقي ايه الارقام اللي بعد الدوت دي انت بتحدد الارقام بتاعيتها هنا قد ايه دي بالنسبة للدي سيميل بليسيز دلوقتي بالنسبة لنا دي اعداد فما فاش ارقام عشرية دلوقتي فهنشيل الايه الدي سيميل ده نيجي لتاني حاجة اللي هي يوز وان ساوزاند ايه سيبوريتور اللي هو الفصلة بتاعة كل طلت صفار او بتاعة الالف بمعنى ايه انا لو بصوا علمت عليها وهنروح ندوس اوكي لما اجي اكتب هنا الف بصة هو هيكتبها زي مسا عشر تلاف لو كتبت عشر تلاف هو عمل الفصلة بعد اول تلت صفار هي دي اللي هي يوز سيبوريتور اه او وان ساوزاند سبوريتور اللي هو بيسهل عليك اراية ايه الرقم يعني انا 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 كتبت مسلا بدل عشر تلاف كتبت مليون مسلا انت بسهولة قوي قريته مليون ان هو ست صفار انه بعد كل تلت صفار عاملك ايه فصلة لكن برضو احنا مش محتاجين ده في الاعداد دلوقتي فهنشيله وندوس اوكي بعد كده نبدأ نعمله ايه واحد تاني يبقى احنا فهمنا اول حاجة الارقام ازاي بنحدد طبيعتها هو عمتا الطريقة بتاعة كليك يمين فورمات سيل يعني انت ما تجي تعمل سيلكت هنا وتروح دايس هنا كليك يمين فورمات سيل هو ده اللي هنشتغل عليه كله في اي نوع داتا لكن احنا دلوقتي عملنا مع بعض بس الايه الارقام في حاجات اما بتكتبها بتلاقي الاكسل اللي اراها الواحده وعرف طبيعتها زي مثلا الكلمات او الحروف لو دوسنا كليك يمين هنا ونزلنا على فورمات سيل هتلاقيه هو على طول مختارها لك تيكست هي طبعتها تيكست كلمات تمام ففي حاجات هو اساسا قريجي الاكسل اللي الواحده بيعرفها مش محتاج ان انت ببينها نيجي تان لتالت حاجة او تالت طبيعة داتا اللي هي الفلوس او العملات كليك يمين برضو فورمات سيل هنيجي هنا بعد النامبر هنلاقي في حاجة اسمها كارانسي اللي هي العملات واتلاقوا هنا مكتوب ايه جنيه مصري يعني انت لو شجل مسلا في مصر جنيه مصري انا عايز اقول لكم كمان انه كل عملات العالم موجودة هنا يعني انت لو شجل في السعودية في الامارات هتلاقي الريال وتلاقي الدرهم وتلاقي كل حاجة هنا حتى الدولار امريكي هتلاقيه هنا كل اللي انت عايزه بتختار نوع العملة اللي انت شجل عليها هتلاقيه في كل العملات دي يعني مثلا ان الدولار امريكا هو او هتلاقيه العملة بقت بالدولار وطبعا هو هتلاقيه برضو اوتوماتيك اول ما اخترت ان انت كارانسي عمل لك لان وارد ان يكونه انت بتقبض في خمسين سنت فيه نص جنيه اي ان كان انت شجل عليه وعمل لك برضو الواحد اوتوماتيك لان دي كارانسي فعليازم تبقى سهل ان انت تقراها ماشي? ولما ديجي ندوس اوكي? اتلاقوا بص الطبيعة بقيت ايه? نقدية. بقى ده وان ثاوزند دولار وده دولار. هنعدي التاريخ دلوقتي خليه في الاخر عشان فيه شغل كتير ونيجي الرقم الموبايل. انا ليه لما بكتب زيرو عشرة او زيرو احداشر بيمسح الصفر. لان دي بالنسبة له ارقام. يعني ايه بالنسبة له ارقام? انا هنا. لأ واخدته بالكم. هو عملها جنرال لان هو مش فاهم يعني ايه زيرو عشرة اصلا. لان الصفر الشمال بالنسبة للارقام ما يزلس يعني ملوش لازمة. فانا هسيبه لك ليه? فانت لو عايز تظهر الصفر انت بتروح على من الكاتجري دي بتنزل على بتنزل على وهندوس اوكي. لان هو كده ساعتها هيقراها كحروف فمش هيمسح منها حاجة. لما اجي اكتب هنا زيرو عشرة هلاقيه ايه? سبق. لان هو بالنسبة له احنا فهمناه او ان احنا اتحكنا عليه وقلنا له خلي بالك دي حروف وما تمسحش منها حاجة. فهو عشان كده لما تيجي تكتب رقم موبايل وعايز تظهر الصفر او رقم فاتورة اي رقم بيبقى شمال وصفر برضو في الاكواد بتاعت المغزن والكلام ده لازم تعمل طبيعة الارقام اللي انت بتكتبها ايه? تيكست. ساعتها هيظهر لك رقم الموبايل عادي جدا والصفر اللي عايز شمال. لكن بعد ما اظهرنا الصفر وكتبنا الارقام لو لاحظته هتلاقي فيه كده زي لون اغضر في الكورنر بتاع الخلية ولو وقفت عليه هتلاقي فيه زي ايكونة صفرة بتظهر. لو دوسنا عليها بيطلع لك اوبشن كتير. طب ايه الاوبشن ده? خلي بالكو احنا حولنا الارقام لتيكست. يعني حتى هو انا في الاوبشن بيقول لك number storage as text. يعني خلي بالك انت غيرت طبيعة الارقام اللي هي بتاعها من اعداد او number او currency غيرتها الكلمات. فهو مجرد تنبيه. بيقول لك خلي بالك عشان لو انت غلطان في حاجة يعدلها لك. فهو هنا بيقول لك ايه? convert to number. يعني تحب عدله لك لرقم? ولا عايزنا ساعدك في ايه المشكلة في الخطأ ده? او ان احنا نعد الخطأ. اللي هو خلاص تخط الخطأ. اللي هو اه لا انت بتقول للا اكسل. انا فاهم انا بعمل ايه? وانا ما عنديش مشكلة. فكل اللي انت بتعمله بتعمل select على ال data بتاعتك. وتدوس على علامة الصفرة دي. وتدسته على ignore error. خلاص. الموضوع انتهى. انا فاهم انا بعمل ايه? نيجي بقى للتاريخ. لما جيت كتبت انا هنا واحد. تسعة الفين اتنين وعشرين. هو حولها لي على طول واحد سبتمبر. فيهم ان هو ايه? تاريخ. زي ما قلت لكم في حاجات. الاسل لطبيعتها على طول بيعرف. لكن افرض انا عايز اظهر السنة. عايز اظهر اليوم. يعني عايز يقول مسلا اربعة واحد تسعة الفين اتنين وعشرين. اولي اختصر هالي كده. فانا اقدر اتحكم في الاختصار ده او في شكل التاريخ اللي بيتكتب. بعمل برضو select وادوس click يمين. تمام? واروح على date. اهو. date. اول ما بدوس على date بيزهر لي ده. كل الاشكال اللي قدامكو دي. انت بتقدر تختار منها الشكل اللي انت عايزه. لو انت عايز حتى كمان بالساعة يبقى ظاهر لك الساعة جنبها بتختار برضو اللي ريحك فيها. طيب هنا مكتوب ايه تحت لما هننزل بقى تحت على local او location. مكتوب آآ Arabic Egypt. ده عشان خاطر يظهر لك التاريخ بالايه بالطريقة العربية. طب لو انت عايزه بالانجليش هتدور برضو. هتجيب اللي انت عايزه من انجليش بفرنش ببرتغالي. كل الحاجة اللي انت ايه محتاجها او كل اللغات اللي انت بتدور عليها هتلاقيها ايه موجودة عادي جدا. يعني ممكن مسلا نختار الانجليش اهو. هتلاقي بدل سبتمبر هتلاقي كاتب لك ايه او سبتمبر وان مش عارف ايه. بدل كلمة ايه سبتمبر بالعرب. هندوس كليكي من فورمات سيل. عايز اواريكم حاجة تانية. لما هنرجع على ال الوكيشن العربي. عرب ايجيب. هتنزله تحت هنا. هتلاقي فيه. خلي بالكم انتوا تقدر بتختاروا التوقيت الهجري كمان. حتى الناس نخطر بس اه اصدقائنا او اخواتنا في السعودية بيبقى معظم شغلهم بالتاريخ الهجري. يعني اللي يجسل حتى التاريخ الهجري مش ايه? مش سايبه. هتلاقي بصه اه خمسة اتنين الف ربعمية واربعين. يعني حتى التاريخ الهجري موجود. فانت شكل التاريخ ده تقدر تتحكم فيه من نفس المكان بتاع فورمات سيل. وبتمزل على ديت. وتختار الاشكال اللي انت عايزا. كان عربي والانجليزي. ولو عربي تقدر تختار الميلادي او الهجري. يبقى احنا لغاية دلوقتي. اتعلمنا مع بعض. ازاي نعمل العملة والتاريخ ورقم الموبايل. طبعا هو اساسا اللي بيقرأ لوحده. والايه? والاعداد. لو اخدت بالكم من المكان بتاع الكاتيجري اللي هو المربع اللي قدامكم ده. هتلاقي فيه كتير تانية. يعني هتلاقي فيه تايم. شكل الوقت انت عايزه ازاي. هتلاقي فيه اكاونتنج ده شغل محاسبين. كل اللي انت هتحتاجه او كل الحاجة طبيعة العمل اللي انت عايزه. هتقدر تلاقيها موجودة هنا. حتى لو هي مش موجودة في الاكسل. هننزل تحت على كلمة دي. ودكتب طبيعة الارقام او الداتا اللي انت بتدخلها. مسلا انا هقول لك على حاجة. احنا هنا هنعملوا مسلا تاريخ ميلادي تاني. عشان بس افهمكم دي بتتعمل ازاي او او ايه الشغل اللي ممكن تعملوا عليه. احنا هنرجعه ده عادي اا ميلادي اهو. ماشي اوكي. خلاص واحد تسعة الفين ايه اتنين وعشرين. ده المفروض ايه التاريخ. لو انا عملته كده اللي انزلت على هو تاريخ وانا كتبه تاريخ. لو انا كتبته شايفين هنا ايه مكتوب يعني دي السنة اللي اتنين وعشرين وبعد كده المانس وبعد كده الدي. لو انا شلت الدي ده انت بتقدر تشيل ده هنا وكهدبت اربعة ام مسلا. اللي هي اه ام اللي هي اختصار او واحد اتنين تلاتة او تلاتة ام. بص كتبه لي ايه? هو كتب لي الشهر بس. يعني افرد انت مش عايز التاريخ انت عايز الشهر بس. هتيجي هنا وتروح عامله ايه? ام. لو هتكتبه التلاتة واي هيتقلعه لك بالفين اتنين وعشرين. فمسلا ان انا هكتب ايه? اي حتى لو انا عملت هنا او عشرة تسعة. هتلاقي برضو مطلع لك ايه سبتمبر. فايا كان شكل الديتا اللي انت عايزها تقدر انت تعملها من المربع اللي احنا قلنا عليه. اخر حاجتين عايز اقولهم في القصة دي. اه انت ممكن بدل ما نعمل سيليكت وكليكي من فورمات سيل. ممكن تعمل سيليكت على الديتا لو هي كلها حاجة واحدة. وتروح على من هوم هنا. هتلاقي الحتة اللي هي اسمها number دي. بتلاقي الكاتيجري اللي موجودة في البوكس اللي احنا عارفينه. وبتختار اي كان الشكل اللي انت عايزه. لكن ده ما فيش الاوبشن او الفاسيليتي اللي موجودة او التفاصيل اللي موجودة في البوكس اللي احنا كنا شغالين عليه. يعني انت تقدر تعمل اختصارات برضو من ايه من حتة دي. الحاجة التانية لما نيجي نتعلم المعادلات ويطلع علينا ناتج المعادلة او لو انت بتستورد او بتصدر شيء اكسل من برنامج جاهز. ممكن طبيعة الرقم نفسه او الداتا نفسها بتختلف. يعني احنا هنا كاتبين آآ تاريخ. وممكن يكون الداتا اللي انت بتستخرجها من البرنامج او الناتج المعادلة المفروض تاريخ. لكن لو فورمات السل نفسه او نوع السل نفسه مش تاريخ. بص هيظر الشكل عامل ازاي اللي انا عملت ده نمبر. بص الشكل مع انك انت كاتب تاريخ. لكن هو عشان خاطر انت غيرت النمبر بتاعه فهو مش فاهم انت عملت ايه اسطر. عشان ارجعه تاني لازم اعمله ايه? ديت. انت بس عشان افهمكو فكرة ان انت توصل للاكسل نوع الداتا ده مهم قد ايه? لانك انت في اي ناتج معادلة وبيحصل معانا كتير جدا. تلاقي الناتج طالع لك كده تفتكر ان المعادلة بتاعتك غلط. بالعكس المعادلة صحة بس انت كل اللي كان نقصك ان انت تغير طبيعة الخليل. كده خلاص فهمنا الشيطي الاكسل لطبيعة البيانات بتاعتنا. من المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي بقى نشتجعل على الداتا اللي احنا دخلناها. لرب اكون حفظ توقع وانتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.